مليونية شعبية جديدة خرج فيها السودانيون إلى الشوارع للمطالبة بمدنية الدولة ورفضاً للاتفاق الذي تم بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك السلطات السودانية من جهتها استبقت التظاهرات بقطع الاتصالات الهاتفية في أنحاء السودان بينما قطعت خدمات الإنترنت في الخرطوم في محاولة منها لعرقلة تجمع المتظاهرين كما شهدت العاصمة انتشاراً أمنياً واسعة وإغلاقاً للجسور وسط تحذيرات حكومية من الاقتراب من المواقع السيادية غير أن تلك الإجراءات لم تنجح في إحباط تقدم المتظاهرين الذين تجمعوا بالآلاف في مسيرات وصلت إلى محيط القصر الرئاسي برغم إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى أسوار القصر الرئاسي وبحسب مراقبين فإن المعلومات متضاربة بشأن عزم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الاستقالة من منصبه في ظل أنباء عن رفضه وساطات بعض القوى السياسية بمن فيهم شخصيات من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من أجل ثنيه عن قرار الاستقالة أو حتى إرجائه إلى وقت آخر لحين ترتيب الساحة السياسية استقالة حمدوك من منصبه كرئيس للوزراء ستمثل في رأي الكثيرين استجابة للمتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني خالص وهو الأمر الذي يتوافق مع ما نقل عن حمدوك نفسه إذ أكد أن قرار الاستقالة يعود إلى انقسام القوى السياسية وتراجعها عن دعم الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع البرهان وكذلك رفض الشارع لتلك التسوية السياسية في المحصلة يبقى الزخم الشعبي في الشارع السوداني ضاغطاً في رأي محللين من أجل إفشال محاولات المؤسسة العسكرية الانفراد بالسلطة أو فرض وصايتها على المكون المدني في سلطة المرحلة الانتقالية في السودان ترجمة نانسي قنقر